في لقاء صحفي تمحور حول الأنظمات المتعلقة بتصنيف المقاولات ومختبرات البناء والأشغال العمومية وباعتماد مكاتب الدراسات التقنية تم التأكيد على أهمية تكريس هذا التوجع على المستوى الجهوي واستحضار الإصلاحات العديدة المعتمدة والمتعلقة بالتحيين الشامل للمراسيم الحالية هدفنا من هذا اللقاء يتوخى رفع أداء المتدخلين في قطاع البناء والأشغال العمومية عبر تعزيز خراطهم في القطاع المهيكل وعبر اللجوء إلى المقاولات والمختبرات المؤهلة وإلى مكاتب الدراسات التقنية والقادرة على إنجاز مشاريعنا في إطار المنافسة الشريفة والشفافية والإنصاف وأكد متدخل الجمعية المهنية على أهمية ضمان تعاون وطيق وصحي في هذا المجال مؤكدين اقتسامهم لرهانة الارتقاء بالأنظمة المنظمة لقطاع البناء والأشغال العمومية فهذا النظام وضع منذ سنوات وقد عرف تعديلات كثيرة كلها كانت إيجابية ولا زال في استمرار في هذه التعديلات ونحن بصدد دراسة ووضع برنامج وتغيير شامل ينظم هذه المهنة ويعتبر اللقاء فرصة للتعريف بالأنظمة المنظمة لقطاع البناء والأشغال العمومية وإبراز أهميتها في تطوير القطاع بالإضافة إلى التواصل حول المشاريع والإصلاحات المؤستساتية ترجمة نانسي قنقر